هنا تفاصيل منهاش اي لازمة لكن ذكر زيها في سفر اخبار الايام فانقارن نلاقي تناقضات في الارقام هنا مقونة سليمان اليومية سليمان كان عنده خدم وحشم وقصور وكذا وكذا طب الناس دي كانت بتاكل قد ايه وتشرب قد ايه طبعا انا اظن يعني ان الفائدة الوحيدة ان المحرر حب يورينا قد ايه سليمان عليه السلام كان عايش حياته وكان متنغنغ والدنيا كلها كانت عايشة في رخاء وسعادة هنا بيقول ايه اصحح الرابع العدد 22 وكان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سميذ و60 كر دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي ده غير المراعي المركة يعني ما علينا الظريف يعني بس تظرط ومئة خروف ما عدا الايائل والضباء واليحمير والاوز المسمن عاوز يقولك شوف بقى الاعداد الارقام شوف بقى زي ما قلنا قبل كده نسخة دراسية بتشير في الهامش الى النصوص المقابلة تفتح النصوص المقابلة شوف الارقام ما بينها اختلاف ولا لا غالبا هتلاقي ان الارقام فيها اختلافات يبقى ده تناقض دي مشكلة النصارى واليهود هما اللي يتحملوا الفزلكة دي ان انت عاوز تذكر ارقام بعينها وبعدين تذكر الارقام هنا بطريقة وارقام هنا بطريقة تانية وتلبسنا في الحيد طيب هنا المهم برضو في العدد 26 من الصح الرابع بيقول وكان لسليمان 40 الف مزود لخيل مركباتي و 12 الف فارس وبعدين ما علينا